وسائل فل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناة نامين الماكد يا رب تكونوا بقالفة خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم واهمة حاجات تكون سهل عليكم في التنفيذ النهاردة هعمل لكم الجبنة الاريش والجبنة البيضة في فيديو واحد بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبقال كمية لبن هتطلعي اكبر كمية من الجبنة مش بس كده كمان هعمل لكم الجبنة النشطشطة الحمرة الصعيدي المشهورة جدا جدا وهقول لكم ازاي تعملوا كمان جبنة متبلة يعني الحلقة النهاردة كلها عن انواع الجبن بما ان الجو حر فاحس لم حاجة تكلوها في الوقت الحر ده هي الجبن بما انها بتبقى جالة لما بنشتريها من بره فقررت ان انا اعملها في البيت بكل انواعها من اللبن وكلها بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وهتطلع معاك النتيجة مبهرة ومضمونة والطعم كمان احلى من الجاهز ومش هتشتريها تاني ابدا لان لما تعمليها في البيت هتبقى انضف واوفر واحلى بكتير من اللي بتشتريها من بره بشكل جميل جدا وحتى لو ما عندكيش الاوالب هقولك ازاي تقدري تعمليها من غير اوالب كمان والناس اللي بتحب الجبنة القريش تبقى ناشفة هقول لها ازاي تناشفها والناس اللي عايزها تفضل طرية اطول فترة ممكنة برضه هقول لها ازاي تفضل اطول فترة ممكنة طرية وجميلة وزي ما انتم شايفين حاجة حلوة جدا جدا بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو بلون الاحمر تفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى لايك وشل الفيديو عشان يوصلكم كل جديد وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتصابها في قناتي اتمنى توصلوا دعمكم وانتصابكم في القناة ده لبن اه زي ما انتم شايفين انا جبت اتنين كيلو لبن غلتهم وبردتهم دلوقتي اللبن بقى دافي حطيت على كل كيلو لبن معلقة من الخل بعد ما بقى اللبن دافي وهسيب اللبن يفصل او اللبن يقطع زي ما بقول لو عندك اللبن قطع يبقى انت كده حتى نص الخطوة يعني وهنسيبه في الجو الصيف اللي احنا فيه ده مش بيقعد اكثر من ثلاث ساعات ويقطع يعني مش بيقعد يوم كامل وكده بيقعد يوم كامل في الشتاء زي ما انتم شايفين كده اللبن بتاعي قطع طوله خالص بالشكل ده وابتدأ ان هو يفصل المياه تعالوا دلوقتي نشوف الطريقة الاولى اليها الجبنة القريش العادية التقليدية بجيب المصفة بتاعتي او بجيب مسلا عندي اه معلقة تكون متخرمة بحيس ان هي تنزل الشرش اللي هو انا مش محتاجة دي الجبنة القريش النشفة هعمل لكم طلات طرق للجبنة القريش جبنة قريش نشفة وجبنة قريش طرية وجبنة القريش المشط شطة فكل حاجة لها حاجتها اول حاجة هنبتأ بيها هي الجبن القريش النشفة اللي احنا لازم ننشفها كويس جدا 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 من السوايل ما يبقاش فيها اي سوايل خاص شان تطلع زي بتاعت برا بالزبط اللي احنا بنقول عليها تقريبا كده كده جبنا مراميلي بالفلفل بالشطة بالحاجات دي بتتعمل بالاوالب بس لو ما عندناش الاوالب يبقى نجيب اي حاجة عندنا تكون مخرمة بحيس الميا بتاعت الجبن القريش تنزل منها الاوالب دي يا كماعة مش بتتبعها في حيطة مخصوصة الاوالب دي بتلاقوها عند كل ناس المستلزمات بتاعت البيت يعني اي حد بيبيع حاجات بلاستيك هتلاقوا عنده الاوالب دي وسعرها رخيص جدا جدا القالب بتلاتة جنيه بيعود معاك فترة طويلة جدا مش بيتكسر ولا بيحصلوا اي حاجة بتقدر يتحفز عليهم اطول فترة ممكنة كل ما تحملي فيهم تخسليهم وتشليهم بيقدروا معاك بجيب القالب زي كده واحط فيه الجبنة هتبتدي الجبنة هتثبت وهيبتدي المية كلها تنزل من الفتاحات بتاعت القالب وبياخد شكل القالب آآ دي اول طريقة ودي الجبنة القريش اللي بتنزل منها كل المية فبتبقى ناشفة جدا مش ناشفة جدا يعني بتبقى مفهاش مية دي الطريقة الاولى وهبتدي ان انا اصب الجبنة في القالب بالشكل ده طبعا انا عملت كمية كبيرة وهكمل معاكم باقي الكمية وحطها في صواني كل اربع جبنات كده او كل ست جبنات بحطوهم في صنية عشان يبتدوا صف المية ويبقى فيه وسفة بين كل جبنة والتانية بحيث اني انا آآ ما زحمهمش في مكان واحد واقدر ان انا اطلعهم حاجة حلوة بصوا ما تملو آآ تملو القالب للاخر خالص لان هو كده كده هينزل بعد المية ما تنزل فيبتدي بقى الكمية الجبنة نفسها هتقل فانتو متعملوش نص القالب لا اعملو القالب بالكامل علشان هو هيبقى ثلاثة اربع القالب بعد ما الجبنة تصفة كويس جتان جتان الشرش بتاع الجبنة ده ده ما ترموهوش لان ده بنعمل منه كزا حاجة اول حاجة ممكن نعجن دي قرص آآ فلاحي ممكن نعمله في كيكات وحاجات معجنات وممكن نحط جبنة القريش بعد ما ننشفها وتمام تمام عشان تبقى معايا جبنة آآ براميلي وتقعد اطول فترة ممكنة الناس اللي بتشتك ان الجبنة القريش بتنشف منها وبتبوز عندكم الشرش ده تقدروا تحافظوا على الجبنة اطول فترة ممكنة ودي الطريقة الاولى اللي عملنا بيها الجبنة القريش النشفة هسيب الجبنة زي ما انتو شايفين كده آآ لمدة يومين آآ برا التلاجة خالص مش هيحصل لها اي حاجة ما تقلقوش خالص وبعد كده هيبقى الشكل ده بتاع الجبنة شايفين الجبنة قلت تقريبا للتلات اربع وهنبتدي ان احنا نطلع الجبنة من القالب شايفين بتاخد شكل القالب حلوة جدا جدا دي بقى جبنة قريش ما فيهاش مية مصفية من المية خالص خالص ودي طعمها جميل جدا جدا وحلوة قوي اللي بتقعد ضيت وحلوة للاطفال وصدقوني من احلى انواع الجبن ولطيفة جدا في طعمها وبتقعد اطول فترة ممكنة بيحصل لها اي حاجة خالص دي بالنسبة للناس اللي هي اه ممكن تكون مسلا تعبادة من اي حاجة مش تقدر تعمل جبن مشطشطة طب الناس اللي بتحب بقى اه الجبن المتبلة او المشطشطة تعالوا نشوفها نعملها ازاي اول حاجة عشان نجيب التدبيلة بتاعت الجبنة كل واحد بيحب حاجة معينة في الجبنة فيه ناس بتحب التبل الجبنة بالملح والفلفل فيه ناس بتحب التبل الجبنة بالملح والشطة فيه ناس بتحب التبل الجبنة بالشطة والدقة كل واحد على حسب ما يحب الجبنة بتاعته تتبل ازاي انا هوريكم التدبيلة اللي بنعملها كلنا او الاغلبية اللي هي بتبقى بالشطة والملح والدقة دي عبارة عن شطة مطحونة وده عبارة عن ملح عادي ونحط مع الشطة معلقتين كده من الكمون المطحون عشان يعملوا طعم حلو كده في الجبنة ونبتدي والجبنة لسه لينة ما تبقاش الجبنة نشفى عشان التدبيلة تمسك فيها جيب طبق غويت وابتدي ان انا نقلب الشطة مع الملح كمية الشطة بتكون قد كمية الملح بالزبط يعني لو هناخد كوباية شطة قدها كوباية ملح بالملي ما فيش اي اختلاف ونبتدي ان احنا نقلبهم مع بعض كده واجيب الجبنة وهي طرية كده شوية وابتدي ان انا اتبلها كلها بالشكل الانتو شايفينه كده بالملح والشطة والكمون المطحون دي تبقى خرافية للناس اللي بتحب الجبنة اللي هي طعمة او الجبنة المتبلة تقدروا تضيفه مع الجبنة نفسها وهي متقطعة في اللبن هو متقطع نفسه او قبل ما نصبه تقدروا تضيفه قطع الفلفل وتبقى جبنة متبلة بالفلفل ودي اول طريقة او دي تاني طريقة للجبنة يبقى احنا عملنا جبنة القريش المصفية من المية خالص ودلوقتي عملنا جبنة القريش المتبلة المششطة الحمراء اللي معروفة جدا جدا دلوقتي تعالوا نعمل الجبنة القريش اللينة او الجبنة البيضة القريش الجبنة البيضة القريش دي حلوة جدا للاطفال اللي هي بتحب الجبنة تبقى كريمية كده وما تبقاش نشفة هنجيب اللبن زي ما احنا عملناه عادي خالص وهنبتدي ان احنا نقطعه بنفس الطريقة. بس لما هنيجو نصبه في اوالب مش هنصبه في اوالب تكون اه مسامية او بتطلع المياه هنصبه في اوالب يكون اه اه ازاز كده او بلاستيك تكون او اطباق يعني اللي بنعمل بيها مثلا الخشاف او السلطة او الحاجات دي هنبتدي ان احنا نصب فيها الجبنة او اي قلب عندنا مش مخرم. الفكرة ان احنا هنا بنحتفظ باللبن او السوائل اللي بتبقى في الجبنة فبالتالي الجبنة مش هتطلع معانا نشفة. احنا هنصفي بس حاجة بسيطة جتن جتن. بس هنسيب باقي المياه في القالب. ده بيضمن لنا ان الجبنة تفضل طرية وبتبقى تطعمها بالزبط زي الجبنة البيضة اللي بنشتريها من براك. كريمية وحلوة قوي قوي. بس دي لما بنسيبها مش بنسيبها برا التلاجة. عشان فيها كمية ميا بنحطها جوة التلاجة بنسيبها تقريبا كده اه تعود لمدة يوم كامل جوة التلاجة وبعد كده بنقلب القالب هوريكم شكلها هيبقى ازاي. بس هيبها زي مهية على كده بالقالب مقلوب كده بالشكل ده جوة الطبق في التلاجة وهوريكم شكلها بيبقى ازاي بعد يوم كامل جوة التلاجة. حلوة قوي وعارفين بتبقى طعمها كريمية كده. انا عن نفسي بفضلها اكتر من اللي هي بتبقى في اوالب مصفية. شايفين الجبنة حلوة جدا وطرية جدا جدا وغنية وتحسوا انها اه شكلها شاهي قوي قوي. الجبنة دي بتبقى حلوة في اغلب الوصفات بتاعة المعجنات وترشوا على رشة شطة وكمون وبتبقى جاهزة وزي الفل. اتمنى بقى وصفات الجبنة اللي عملتها لكم النهاردة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم الوصفات. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا جرسة على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشل الفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمهو لكم. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي. اتمنى توصلوا ودعموكم وانتسابكم للقناة. تحياتي لكم بالف حنا وشفا. اشتنوني في وصفات كتير جدا جدا الفترة اللي جاية. واشوفكم دايما يا رب على خير قريب. اشتركوا في القناة